اهلا بكم في مال واعمال انا دينا سالم ضيفي الليلة والعنبة خبير اسواق المال وسنحلل اداء البورصة المصرية خلال تعاملات الاسبوع ونستشرف التوقعات للاسبوع المقبل كما سنعرض اليوم بعضا من اللقاءات التي اجريناها على هامش قمة مصر الاقتصادية 2020 ولقاءات اليوم كانت مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات في مصر دعونا نبدأ اولا مشاهدين الكرام بجولة الاخبار عقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات شركة تنمية الريف المصري الجديد بحضور وزير الكهرباء ووزير الري ووزير الاسكان ووزير الزراعة وعمر عبدالوهاب رئيس شركة تنمية الريف المصري واشار الدكتور مصطفى مدبولي الى ان الاجتماع يأتي في اطار متابعة مشروعات تنمية واستصلاح الاراضي الزراعية التي تنفذها الشركة تنمية الريف المصري الجديد واوضح ان الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع موقف هذه المشروعات من حيث انشاء مجتمعات مستدامة تكون الزراعة فيها القاطرة الاساسية للتنمية بالتوازي مع الاستثمار في المجالات الاخرى كشفت وزيرة التغطيط والتنمية الاقتصادية دكتور هالا السعيد عن انخفاض معدل الفقر في مصر لأول مرة منذ عام 1999 الى 29.17% مقارنة ب32.5% في 2017-2018 وقالت السعيد ان نسبة الفقر في جميع المناطق تراجعت وكان الانخفاض الاكبر في ريف الوجه البحري بنسبة 14.17% يليه ريف الوجه القبلي بـ 13.18% شهد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة دكتور محمد شاكر توقيع عقد بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة هيتاتشي ABB لشبكات الكهرباء لتوريد وتركيب اجهزة معاوضات القدرة بمنطقة العوينات يستهدف المشروع تحسين اداء الشبكة وزيادة موثوقيتها واستقرارها بمنطقة العوينات لتأمين وتحسين جودة التغذية الكهربائية وتبلغ القيمة الاجمالية للمشروع 431 مليون جنيه ويتم تمويل ضمن المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء بمدة تنفيذ تصل الى 18 شهرا بحث محمد عبدالوهاب رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكمال نجم رئيس مصلحة الجمارك مع عدد من المستثمرين ورجال الاعمال تحديات وفرص الاستثمار ومناقشة بعض بنود قانون الجمارك الجديد وقال رئيس هيئة الاستثمار أن الهدف من اللقاء حل أي تحديات قد توجه المستثمرين والاستماع لمقترحاتهم لأخذها في الاعتبار ووضعها موضع التنفيذ وأكد أن الهيئة تعمل جاهدة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالاستثمار لتيسير الإجراءة على المستثمرين وفقت وزارة الإسكان على مد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية لمتوسط الدخل وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني للسندوق الإسكان الاجتماعي حتى 21 ديسمبر الجاري وقال عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنه تم مد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية الحجز لمن يرغب في التقدم على مشروعات متوسط الدخل بإعلان المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وقع بنك مصر ووزارة العدل وشركة إيفاينانس بروتوكول تعاون لتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني بوزارة العدل وقال عاكف المغربي نائب رئيسي بنك مصر إن البروتوكول يستهدف تحصيل الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوة المرفوعة إلكترونيا أمام المحاكم الاقتصادية عن طريق بطاقات السداد الإلكترونية من خلال وسائل الدفع المختلفة قفز التضخم السنوي في تركيا بأعلى من المتوقع مسجلا 14% خلال الشهر نوفمبر الماضي وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2019 بسبب هبوط الليرة وعلى أساس شهري زادت أسعار المستهلكين بنسبة 12% لتسجل أعلى زيادة سنوية حيث قفزت أسعار السلع والخدمات المتنوعة بـ 29.14% كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بأكثر من 21% والنقل بنحو 19% ارتفعت أسعار الغذاء العالمية لأعلى مستوى في 6 سنوات خلال نوفمبر الماضي مع زيادة أسعار الحبوب والزيوت النباتية وقالت منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة الفاو إن مؤشر أسعار الغذاء العالمية سعد بـ 13.19% ليصل إلى 105 نقاط خلال نوفمبر 2020 مقارنة مع 100 نقطة في أكتوبر السابق عليه تراجع عدد المتقدمين للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأول مرة في ثلاثة أسابيع بأكثر من تقديرات المحللين وقالت وزارة العمل الأمريكية إن طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة تراجعت إلى 712 ألف طلب في أسبوع بانخفاض يبلغ 75 ألف طلب في الأسبوع السابق عليه ارتفعت أسعار الغذاء بخلال التعاملات اليوم وسط متابعة مستجدات لقاح كورونا وحزمة تحفيز المالي في الولايات المتحدة وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بـ 13% ليصل إلى 1835 دولار و40 سنة للأنصة بينما صعد سعر التسليم الفوري بـ 10% ليصل إلى 1833 دولار و82 سنة للأنصة تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات اليوم مع استمرار محادثات أوبك بلوس بشأن اتفاقية خفض الإنتاج وتراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس تسليم يناير ليصل إلى 45 دولار و8 سنتات للبرميل وهبطت أسعار العقود الآجلة لبرنت تسليم فبراير بـ 13% ليصل إلى 48 دولار و9 سنتات للبرميل والآن نتابع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في البنوك لهذا اليوم وهذه النظرة على إغلاقات البورصات الخليجية مع نهاية هذا الأسبوع السعودية تتراجع بـ 20% ووسطة دولات بلغت 11 مليار و200 مليون ريال ارتفاع في البورصة الكويتية بـ 11% أيضاً مسقط والبحرين ترتفعان بنسبة هامشية مشاهدينا نتوقف مع فاصلاً قصير نتابع بعده المزيد في مال وأعمال أهلاً بكم مشاهدينا الكرام ونقدم لكم هذا الحصاد لأداء مؤشرات البورصة لهذا الأسبوع لكن فيما يتعلق باليوم طبعاً كان هناك تباين في أداء المؤشرات المصرية المؤشر الثلاثيني أغلق على تراجع خلال تعاملات اليوم بنحو 13% أما مؤشر السبعين ومؤشر المئة فأنهي التعملات على ارتفاع في الحقيقة مؤشر الثلاثين هبط بعشر بالمئة تقريباً خلال تعاملات اليوم كل هذا يأتي وسط التدولات بقيمة مليار ومئتي ألف جنيه تقريباً عموماً مع بداية أول أسبوع في ديسمبر واقتراب نهاية عام 2020 يشرفنا الآن في الستوديو وائل عنب محل الأسواق المال لنتعرف منه على رؤيته لأداء السوق حتى الآن مساء الخير يا وائل وطبعاً خلينا نأخذ تحليل سريع لأداء شهر نوفمبر من عام 2020 وبعد كده ندخل في شهر ديسمبر شهر نوفمبر يعبر عنه جلسة النهاردة شهر نوفمبر صعد السوق مؤشر اي جي اكس 30 صعد تقريباً 4% في حين اي جي اكس 70 صعد 9% لذلك أنا بقوله البورصة دلوقتي بقى جواها بورصتين بورصة اي جي اكس 70 الأسواق الصغيرة والمتوسطة اللي بتصعد على طول عامل قمم تاريخية المؤشر 2080 نقطة ده قمة تاريخية يتواكب مع قمم التاريخية الأسواق العالمية أمريكا والأسواق العالمية بتعمل قمم تاريخية هي كمان ولكن مؤشر اي جي اكس 30 صعوده ضعيف تحس انك انت حطك يسرمل في قلب الأسهم مش قدرة تطلع ايه السبب؟ لانه فعلاً فيه نشاط ملحوظ خلال الفترة الأخيرة ويمكن من السنة اللي فاتت في المؤشر السبعين المؤشر السبعين يمكن فيه أفراد دخلوا السوق بعد موضوع كورونا توقفت الأعمال فاصبح فيه سيولة برة لدى أصحاب الأعمال فبدأوا يدخلوها جوه السوق بجانب انخفاض الفايدة المستمر خل الأفراد تتاجه إلى البورصة لكن ليه الاتجاه لأسهم المؤشر السبعيني ومش أسهم المؤشر الثلاثيني أكتر من سبب أول سبب سهولة السيطرة عليها والتحكم فيها بيبع عدد أسهمها قليل فمن السهل ان انا ضارب عليها مجموعة من المضاربين يضربوا على سهل وده اللي حصل بدأ بعض المضاربين يضربوا على أسهم صغيرة ومتوسطة فتضاعف سعارها أكتر من أربع خمس أضعاف ده شجع البقائين يضربوا أيضا بنفس الكونسبت بنفس الاسلوب على أسهم مشابهة لها عددها قليل سعرها صغير بيتزرعوا بقى في المضاربة دي بأنه بعد ما يصعد بالسهل يلجأ إلى مجلس إدارة الشركة ويطلب منه عمل تجزئة ويجزق السهل ويرجع تاني ياخد دورة جديدة فكل ده شجع المضاربات على إيجي إيكس سبعين ولكن أنا في المنطقة اللي احنا فيها بقول اللي جاي مش قد للراح اللي جاي في صعود أسهم إيجي إيكس سبعين مش قد اللي حصل في صعودها سابقا ليه؟ مع أنه ما فيش عوامل بتدعم هذه التحاركات على حسب ما فاهمين منك التضخم السعري النهاردة لما ساهم يطلع من 2 جنيه لعشرين جنيه لحضرتك دي يطلع عشر أضعاف ده التضعف كبير قوي فأصبح التضعف بعد كده ممكن يبقى عشر في المية أو عشرين في المية مش هيبقى ألف في المية التضعف اللي حصل في أسعار أسهم السبعين تخلينا نبقى حذرين جدا وإحنا بنضرب عليها في المنطقة السعرية دي يجي إيكس 30 بقى واخد سياس تجاري في المكان بيلفوا يدور حوالين 100 نقطة تقريبا بدأنا السنة ب13 ألف مش قادرين حتى الآن وإحنا بنينهي السنة نجيب رقمنا اللي بدأنا به اللي هو 13 ألف وإيه السبب في ده؟ السيولة ضعيفة المؤسسات المصرية نفسها ساعت بتضارب في هذه الأسهم على الهبوط تستغل أي خبر سلبي فتضارب على الهبوط لتحقيق فرؤات سعرية ما الدليل على ذلك؟ حركة البيان اللي بينزل شراء وبيع الأجانب والعرب والمصريين في أوقات الهبوط اللي بيبقى فيها وهبوط بزعر بيلاقي المؤسسات المصرية هي اللي بايعة فممكن تعمل بنيك وتنزل السعر وترجع تشتريه تاني وتصعد بيه طب إمتى يصعد إيجي إيكس 30 وتفوق على إيجي إيكس 70 لما تبدأ فلوس العرب والأجانب تدخل السوق مرة أخرى وبقوة وباستمرار يعني النهاردة مثلا العرب مشتريين إمبارح كانوا بيعين الأجانب النهاردة بيعين إمبارح كانوا مشتريين عايزين استمرارية واستدامة استمرارية ليه؟ لأنهم بيشتروا أسهم بيطلعوها بره التداول بيحتفظوا بيها الأجانب بالذات الأجانب ساعات بتشتغل على 3-4 سنين قدام وده اللي أنا بتوقعه لفترة الجاية إن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وإشادة التأرير الدولية بالاقتصاد المصري ومتحق بالنجاح هينعكس على حركة الأجانب في البورصة الأجانب حتى الآن بمعنى إنهم سيشتروا أكثر في البورصة؟ أنا بتوقع كده خلال الفترة الجاية حركة شراموك فيه تأرير نزل الأسبوع اللي فات إن فيه أموال تستتوجه الفترة القادمة بشكل كبير جدا إلى الأسواق النشأة أسواق الأسهم صحيح والسؤول مصري هيكون من أحد الأسواق الجاذبة لعدة عناصر أولا استقرار سعر الصرف مفيش مخاطرة زفزفة عالية في سعر الصرف بالعكس اتجاه سعر الصرف في الصالح اللي هيخش يستثمر في مصر لأن الدولار بينزل فلو دخل النهاردة والدولار بستاشر ممكن يخرج السنة الجاية والدولار بخمبستاشر فيعمل مكسب دولار ومكسب أسهم الحاجة التانية سعر الفايدة احنا عملينا خفض سعر الفايدة وده يعتبر حافز من الحوافز نقصنا حافز مهم جدا لازم الحكومة تاخدهه في بلها عشان حتى برنامج الطرحات الحكومية ينجح سعر الغاز ده اللي هينشط السوق بجد بمعنى؟ بمعنى لازم الحكومة تاخد قرار جريب بتخفيض سعر الغاز احنا كان عندنا لاجنة دايما النقطة دي جدلية جدلية فهلا ويعني أكيد الحكومة لها رأي فيما يتعلق بأسعار الغاز وإيه المستويات التي يجب أن تمنح للشركات التي تستخدمها كمصدر للطاقة دايما فيه أراء بتدعم وجهتنا النظر الحكومة بصل حاجة مهمة جدا إنها بعدم تخفضها لسعر الغاز فطورة الدعم للطاقة بتقل بشكل كبير احنا شفنا البيانة اللي نزل من الأسبوع اللي فات فطورة الدعم نزلت من حوالي 60 مليار جنيه دلوقتي حوالي 20 مليار جنيه للطاقة وده جايت بالنسبة للاقتصاد الكل طبعا ولكن لازم يبقى فيه نظر إلى المصنع نفسها العاملة لسبب أنت عايزة نفسي وعايزة تعملي فطورة تصدير 100 مليار دولار دي توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودي تعليماته لرئيس الوزراء والاستادة الوزراء عايزة يرفع فطورة التصدير طبعا عشان أرفع فطورة التصدير اللي هي حاليا 25 مليار دولار وطلعها 4 أضعاف لمئة مليار دولار يبقى لازم أشجع تقصد أرفع قيمة الصادرات آه طبعا أرفع قيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار يبقى لازم أشجع الصناعات السقيلة اللي بتعمل رقم في الصادرات الأسمدة الحديد الأسمنت السيراميك احنا النهاردة بيجينا مستورد من برة بينافس ليه؟ لأنه جاي بسعر تكلفة قليل سعر الغاز عنده قليل فبيجينا بسعر تكلفة قليل وبالتالي بينافس السوق المصري جواه لكن أنا عايز أنافس جواه وأنافس كمان برة عشان أصدر أجيب حصيلة دولارية يبقى لابد من النظر للاعتبار ده بغض النظر عن اعتبار فطورة الدعم اللي عملت قل هو النهاردة مثبت الساعة وهو عالميا بينزل يبقى أنا بشتريه من برة بخخيص ومثبته هنا في البيع ففطورة الدعم عملت قل يبقى لازم أبص للعنصر تاني عنصر الموارد الدولارية وزيادة فطورة التصدير خصوصاً احنا عندنا دلوقتي عجز في ميزان المدفعات حوالي 11 مليار دولار السيحة قلت الاستثمار المباشر قل فعندك في عجز في ميزان المدفعات عشان العجز ده أحاوله يلفاظ لازم أنشط الصادرات بشكل أكبر أنا عندي حالياً بس العالم كله متوقف هذه الأيام وأكيد الظروف التي نعيش فيها ظروف استثنائية يعني السياحة كانت قبل أزمة كورونا في أرقام هيلة كانت مبشرة جداً والوضع سيعود مرة أخرى فما الذي يجعل الحكومة تتخذ قرار بناء على ظروف استثنائية هذه الفترة إن إحنا في الفترة دي ترتيب من الداخل إن أنا بجهز أول ما الأسواق العالمية تتفتح أقدر إن أنا نافس أقدر إن أنا خش بصادراتي بشكل كبير وخصوصاً إحنا مصر من الدول يمكن القلائل اللي عملت معدل نموه موجب في عالم سالب عالم الكورونا السالب إحنا كنا جواه موجب بمعدل النمو اللي وصل 3.5% إحنا وصين يعني دولتين فقط في العالم اللي عملوا معدلات نموه موجبة يبقى لازم إن أنا حقق هذه الرؤية وحقق رؤية إن أنا بعمل معدل نموه موجب إن أنا شجع التصدير أكتر وبالتالي هجي لحصيلة صادرات بشكل كبير تقدر بقى تنمي لإحتياط النقدي من موارد وليس من قروض طيب خلينا نتكلم يعني نستكمل النقطة المتعلقة بأزمة كورونا وأكيد كان فيه قطاعات مستفيدة مقابل القطاعات الخاسرة إزاي تقدر تحللها؟ أكتر قطاعك مستفيد قطاع التعليم عن بعد قطاع خدمات الإلكترونية زي استخدام النت والمدفوعات الرقمية والإلكترونية لذلك لأننا ده نعكس في البورصة صعود ساهم شركة فوري ساعد تقريباً تلات أضعاف سعر طرحه وبشكل كبير ليه؟ لأن كانت الفترة دي كله قاعد في البيت فكان استخدام النت بشكل رهيب فهي يمكن القطاعات دي وقطاع التعليم عن بعد استفاد إن خلاص بدأ دلوقتي يظهر حاجة جديدة إن ممكن تتعلمي وممكن تشتغلي وانتي قاعدة في البيت فيمكن القطاعات دي بجانب قطاع الأدوية بس إحنا عندنا في مصر ما فيش قطاعات الأدوية زي القطاعات الأدوية عالمياً عالمياً في شركات عملاقة بتنتج المصر وبتنتج اللقاح كورونا أسعار أسهمها تأثرت بشكل كبير لما أعلنت إن هي خلاص هتنتج وهتبدأ تبيع عندنا في مصر إحنا يمكن شركات الأدوية قليلة شوية حتى جوة البورصة عددها قليلة شوية طيب خلينا أيضاً نتحدث عن أداء بعض الأسهم في بعض الأسهم التي تتميز بمراكزها المالية القوية لكن لم يكون عليها نشاط واضح في الفترة الأخيرة لماذا؟ المضارب دلوقتي ما بقاش يبص للنتائج المالية زي الأول الأول كنا بنحسبها مضاعف الربحية كام الكبون هيبقى كام السنة دي المضارب دلوقتي أصبح بيبص للسعر بغض النظر عن ما وراء السعر يعني فيه أنا أعرف بعض المضاربين في السوق بيشتروا أسهم والله ما يعرفوا الشركة بتشتغل في إيه لكن بيشتروا أسهم طب بيشتروها على أي أساس؟ بضربة سعرية إنه يقدروا يشتروها؟ إنه سعر الساهمة في متناول إذن؟ آه سعر الساهمة بجنو نص باتنين جنيه بجنيه وفي نفس الوقت عدد الأسهم مش كبير فلو أنا دخلت خدت مليون ساهم خلاص هنشف السوق وقدر أضارب على هذا الساهم فده اللي حصل فيه انفجارات سعرية في بعض الأسهم عندما تطلع خمس ست أضعاف أنا بقول كده خلاص انفجارات سعرية عمل كذا سايكل صعود فأعتقد إن هنا لابد من أعادة النظر الأسهم الفندمنتال هتبدأ تتحرك لما قبل حضرتك لما تيجي سيولة قوية من الأجانب حدثك متوقع إنه دخول الأجانب يكون إمتى مع بداية السنة الجديدة؟ آه بتوقعه بقوة يعني بيانات يناير هتشوفيها في نهاية يناير هيبقى الأجانب على الأجانب الشراء بشكل كبير جدا فأنا يعني شايف إن الأسهم الفندمنتال هتتحرك ويشجعها لو الحكومة قامت بعمليه الطرح اللي احنا بعدنا سنتين بالنظر لكن الظروف العالمية بتهيألي لا تشجعي يعني وفقا لما نسمعه من المسؤولين الظروف دي عايزة قرار جريء إحنا عندنا تأرير عالمية على الاقتصاد المصري هيلة سعر فايدة منخفض وهينخفض سعر دولار مستقر مش هتلاقي أنسب من الجو ده إنك تطرح إحنا في 2005 تجربة 2005 لازم تستعدها الحكومة كان في وقتها زي كده إحنا عملنا تعوين في 2003 لما طلع الدولار من 3.5 لغاية 7 فاكرة للأيام فاكرة للأيام دي بعدها حصل طرحات حكومية كانت متوقفة بقى لها 8-9 سنين نزلت أموك نزلت سيدي كرين نزلت المصريات السراط كانوا بيقدموا رجل ويأخروا رجل هما بيطرحوها الطرح نجح نجاح باهر أكتر من مليون مستثمر تكاودوا في البورصة في 2005 الوحدة العرب والأجانب دخلوا بشكل غير عادي نما الاحتياط النادي احنا عملنا احتياط النادي في الفترة دي حوالي 33 مليار دولار كان معظمه من البورصة من دخول عرب والأجانب بالمناسبة عدد المكوّدين قد إيه دلوقتي؟ عدد المكوّدين ككل حوالي 3 مليون لكن احنا بنتكلم عن نشطين اللي بيشتغلوا ما يجوش 30000 3000 4000 كتفكرة هتقوله على 200 ألف تقريب لا ده المكوّد 3 مليون النشط ده اللي هو بيشتغل يومي حوالي 3-4000 لكن ممكن نقول اللي هو متوسط النشط 200 ألف طيب نحب نتكلم أيضا عن القطاع العقاري إلى أي مدى بترى أنه بيتأثر بالحركة على سوق العقارات وأيضا المشروعات الكثيرة اللي بتنطلق بشكل كبير هذه الأيام أنت عارفة أن فيه لغزة في قطاع العقارات إيهو؟ الاقتصاديين والخبراء بيقولوا أن القطاع نايم وما بيتحركش أصحاب الشركات بيقولوا أن القطاع في مو عدلات نموه في البيع الثانوي يعني آه إعادة بيع الشر الأولي زي ما كان بيحصل زمان لكن الشر الأولي عشان الشركات لجأت إلى التقصيد بشكل كبير 7 سنين و10 سنين و12 سنة وزيره دفعة دفعة مقدمة ده كله شجع على تحريك هذا القطاع ونتائج أعمال الشركات المدرجة في البورسة تقول كده يعني لما ترجع تشوفي نتائج أعمال مدينة ناصر بعلميهيلز إعمار الشركات المقدمة السودك هتلاقي أنها عاملة نتائج أعمال كويس دليل أنها فعلا حقاقت مبيعي معنى كده أنه القطاع العقاري سيظل حصان الرابح في البورسة؟ والله هو قائد الاقتصاد وقائد البورسة يعني إحنا بنقول القائد الحقيقي ليه؟ قطاع العقاري لما بيتحرك بيتحرك معه حوالي 90 صناعة إنتي لو جينا نشوف الستوديو اللي إحنا عاديين فيه ده هتلاقي فيه صناعات كتير كهرباء بلاستيك نجارة مزعين مزعين كراسي مكاتب هتلاقي فيه حاجات كتير داخلت جوه الصناعة وإنتي قاعدة في بيتك لو بصتي جوه القوضة وإنتي قاعدة فيه ستاير فيه قماش فيه تنجيد فيه خشب كل ده بيحركوا قطاع العقاري لما يحصل بناء ومبيعات وإشغال لهذه الشواء فبيحصل نشاط في الاقتصاد الحقيقي وبرضو بيحصل نشاط في البورصة لو قطاع العقاري تحرك بعتبره من أكبر قطاعات لو أنت بتعملي بيان يومي هتلاقي دايماً قطاع العقاري ضمن أول أو تاني قطاع فيه حركة التعاملات أحاب أتكلم معاك عن موضوع حل مشاكل المصدرين بشكل عام بيجد اهتمام متزايد من الحكومة المصرية وطبعاً يعني بيستفيد منه شركات كثيرة برأيك إلى أي مدى انعكس بالفائدة على الشركات المصدرة بكافة أحجامها الصغيرة والكبيرة احنا أولاً بنشكر وزارة المالية على المبادرة وكان لابد منها من زمان فيه فواتير دعم صادرات الشركات كانت تستحقها وزارة المالية أعلنت أن هي ممكن تعمل مبادلة بأراضي في مناطق صناعية مقابل هذا الدعم التصديري أو أن هي تقوم بعملية خصم القيم دي من الضرائب المستحقة فده يمكن حرك السوق حرك في البورسة كمان الأسهم اللي كانت لها مستحقات تصديرية نسجون الشرقيون شفناها بتسعط وليها مستحقات أكتر من 500 مليون جنيه أبضت جزء لسه الباقي وهي أعلنت أنها مش محتاجة خصم ضرائب لأنها منتظمة في سداد الضرائب ومش محتاجة أراضي صناعية لأنها ما عنداش أنها تتوسع في إنشاء مصانع جديدة في شركات مدرجة في البورسة أخرى هتستفيد من هذه المبادرة بنك تنمية صدرات نفسه نشط سعره بشكل جديد الإسبوع ده والإسبوع الماضي بسبب هذه المبادرة فأنا بقول إنها كان لابد منها منذ زمن دي هتحرك لما تيجي السيولة كانت محتاجة ذا هتبدأ أتحرك لإقتصاد مرة تانية طيب من القرارات الأخرى المهمة لوزارة المالية مثلا بإلزام جميع جهات الدولة بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية أكيد ده يعني بيجعل في حالة من الانضباط في المنظومة بأكمالها شايف حيكون ليه إنعكاس على أداء الشركات بشكل كبير؟ تعبير إنضباط ده عجبني وإنضباط ده هي إنعكس على حكتين الحاجة الأولى سرعة تحصيل لمستحقات الدربية خلاص كله بقى إيه؟ نتسجل على الكمبيوتر فأصبح سرعة تحصيل هتفيد موازنة الدولة بدل ما كان التحصيل بيتأخر بالسنة وبالاثنين وبالثلاثة لا هنا سرعة التحصيل الحاجة التانية عفوان زيادة الإراضة لإنه خلاص كله بقى مقيد مش هتقدر إنك تتهرب ضريبيا بالزبط لإنه مقيد إلكترونيا ودي الحكومة بقى الإلكترونية والرقمانة والمحاولة دخول الرقمانة والحاجات الإلكترونية داخل المعاملات هتظبط أولاً هتزود الحصيلة ثانياً هتقلل التهرب الضريبي فأنا شايف دي هتنعاكس على الموازنة السنة الجاية واللي بعدها وهنا لازم نقول إن حصيلة الضرائب تمثل أكتر من 80% من إيرادات الدولة فعلاً في الموازنة اللي فاتت فأعتقد ممكن زيادة التحصيل دي تقلل عجز الموازنة أحب أسألك عن شراء الأجنب في السندات المصرية هل كان السبب الرئيسي في قوة الجنيه في الفترة الأخيرة؟ بص إحنا أعلى سعر فايدة حقيقي في العالم يعني إيه سعر فايدة حقيقي؟ الفرق بين سعر الفايدة وبين معدل التدخم الفرق ده عندنا سعر فايدة حقيقي يعني مثلاً تركيا سعر الفايدة فيها وصل 15% لكن التدخم 14% فسعر الفايدة الحقيقي 1% إحنا عندنا سعر الفايدة حوالي 10% والتدخم حوالي 4% أو 5% فأصبح فيه فرق ده بنسميه سعر الفايدة الحقيقي وده اللي عاملها عنصر جاسب للأجانب بجانب النقطة اللي أنا بقول لحضرتك عليها اتجاه سعر الصرف سيظل في صالح من يستثمر في مصر إلى أن يصل الدولار 14 جنيه وده توقعي معاكي من سنتين السنة فاتت قلت 16 السنة وحصل السنة دي 14 14 بقى السنة جاية طيب عندنا نص دقيقة الأسبوع اللي جاينا توقع أي في البورس؟ احنا نفضل في اتجاه عرضي لغاية نهاية السنة احنا خلاص تقفيل السنة قرب اوكي فأعتقد لا مش هيوبة في مفاجآت إلا لو نزلت خبر قوي زي تخفيض سعر الغاز ده اللي ممكن يعكس الاتجاهات بشكل كبير وقى العنب خبير أسواق المال دائما نسعد وجودك معنا في مال وأعمال شكرا جزيلا شكرا لكي مشاهدين الكرام بالأمس أجرينا عدة لقاءات مع كبار المسؤولين في قطاعات مختلفة في السوق المصري على هامش قمة مصر الاقتصادية في نسختها الثانية اللقاءات التي تتابعونها اليوم مع رؤساء شركات الاتصالات أجرينا لقاء مع ياسر شاكر رئيس التنفيذي لأورنج مصر وأيضا حازم متولي رئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر ومحمد عبدالله رئيس التنفيذي لفودافون مصر وتحدثوا جميعا عن تأثير أزمة كورونا على قطاع الاتصالات وكيف تعاملت شركاتهم مع الجائحة إضافة إلى النمو الهائل الذي شهدته الخدمات المالية الإلكترونية منذ بداية الأزمة بالإضافة لخطط الشركات لدعم التحول الرقمي نتابع هذه اللقاءات الهامة بعد فاصل قصر شهور الأخيرة كان هناك تسارع في العمل في العاصمة الإدارية الجديدة وأكيد البنية التحتية والمشروعات المرتبطة بالاتصالات لها دور كبير نحب نعرف إيه دور أورنج في العاصمة الإدارية الجديدة الحقيقة أورنج الأول بشكورك تاني على القاعدة يمكن العاصمة الإدارية الجديدة هي آيقونة للبلد النهاردة كل الناس بتكلم عليها وبتكلم على أداء التطور اللي بيحصل في العاصمة الإدارية الجديدة بين يوم والتاني نحن مسؤولين الحقيقة عن أكبر ديتا سنتر متواجد في العاصمة الإدارية الجديدة الديتا سنتر ده تقدر تنتقولي أنه هو زي العقل المفكر اللي بيقدر يربط الحاجات ببعضها بحيث نحن نقدم خدمة ديجيتال لكل المتواجدين خدمة ديجيتال للكاستمرز اللي حتما موجودة في كل العاصمة الإدارية اللي هي عندنا مشتركين كتير ومشغلين في المشروع ده بكون سورتشم كبير جدا المشروع ده الحقيقة استثماراته تصل إلى 135 مليون دولار ونطلع إن شاء الله زي ما وعدنا السيد الرئيس أول فيز منه قبل شهر ستة سنة وفي رأي حضرتك هل ستكون البنية التحتية التكنولوجية جاهزة بالفعل في الموعد المرتقب في بداية 2021؟ إن شاء الله طبعا هو ما فيش options فهي هتبقى جاهزة إن شاء الله لكن إن احنا دينا وعد فكلنا we will deliver إن شاء الله في الوقت يمكن الكوفيد صرع كما أخرنا إن احنا نعمل حاجات معاينة في الدليفري بس صرع عمتا وطيرة التحول الرقمي في كل المشروع اللي بترتبط بالدولة الكوفيد أنا معتبر طبعا له أثار جانبية وسلبية كتير لكن عمل زي الأكسلريتر اللي بتحطيه في أي محلول كيميائي أو معادلة كيميائية اللي تخليتلك تصرعي من كل وطيرة الشغل بتاعك في كل مشاريع اللي علاقة بالتحول الرقمي هذا أو هذا التسريع اللي حصل في التعاملات الإلكترونية بشكل عام إزاي نعكس على حجم أعمالكم المرتبطة بالدفع الإلكتروني؟ أقول الحاليك الدفع الإلكتروني ده إجزامبل جميل إحنا من أول كان دايما بقول إن علشان حاجة تتغير في أي تحول بالزيد في التحول الرقمي بتبقى عبارة عن كذا حاجة اللي لازم تتعامل مع بعض كذا زي المعادلة اللي محتاجة بالضبط كذا حاجة عشان تقدر تطلع في الآخر نتيجة إيجابية سواء بقى المعادلة دي يكون فيها ريجليشنز فالحقيقة البنك المركزي عمل تغييرات كتيرة جدا وكويسة جدا وبخطوات ثابتة في الريجليشنز لها علاقة بالبنية التحتية إن إحنا نبقى جهزين بالبنية التحتية الموجودة ولعاقب الاستخدامات اللي إنت بتقدر تقدمها فده دليل على الشمول المالي إحنا النهاردة مثلا في وقت الكوفيد زاد عشر مرات الاشتراكات في الخدمة عندنا كومبيرد لقبل كده النهاردة في حاجات كتيرة جدا زي مثلا المعاشات بنا ننقلها عن طريق القداد بتاعتها اللي إحنا متسميها أورنج كاش مع الدولة فالنهاردة فتحنا مجالات كتيرة جدا كانتش موجودة قبل كده النهاردة ممكن يبقى عندك محل فتحنا عجسمها زي إيمول إن انت مش بحتاج تروح تشتري محل أو 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 لا انت ممكن تعمل الكلام ده أونلاين يبقى من محل بتاعك تبيع المنتجات بتاعتك ويتم الدفع والاستلام الفلوس عن طريق برضو كل الخدمات اللي لها علاقة بالشمول المالي فبتالي دي خدمة من الحاجات المهمة جدا اللي اتطورت بسرعة جدا في الفترة اللي فاتت دي مع الكوفيد ما حجم الاستثمارات اللي تم دخها في تطوير الشبكة بشكل عام؟ يمكن أنا مهندس ففخور جدا بالشغل في كل ما علاقة بالبنية التحتية إحنا استثمرنا السنة دي بس أروند أربعة مليار جنيه في الشبكة إحنا لسه واخدين الحقيقة جايزة أسرع شبكة متواجدة في مصر من سبيد تاست اللي هي بتعمل قياسات في كل العالم وهي اللي بيطلع على التقارير الدولية اللي بتقول كل شبكة وكل دولة تقييمها هي على مستوى العالم إحنا أسرع شبكة متواجدة في مصر في خدمات الموبايل وبنكمل استثماراتنا في كل ما علاقة بالشبكة وبنكمل استثماراتنا في الجيل الرابع النهاردة ولحد ده إن شاء الله من نطلع قريبا للجيل الجديد كلمنا عن المبادرات اللي بتقوم بيها مع الوزارات المختلفة ويمكن من أبرزها وزارة التربية والتعليم آه طبعا إحنا شغالين حقيقة بفخر كبير جدا مع الوزارة التربية والتعليم بنلانش سورفيس إلس بعدة لها علاقة بكل الدروس وكل الحاجات اللي تبقى لها علاقة وزارة التربية والتعليم تبقى عندنا على كلاود سورفيس بمعنى كلمة إن الطالب النهاردة ده بيعمل كزا حاجة الحقيقة سميها زي ناتفليكس حتى تبقى الناس تقدر تقربها ناتفليكس تاعة وزارة التربية والتعليم ده معناه إن أنتي النهاردة تقداري تتفرجي على كل الكنتنت بتاع وزارة التربية والتعليم وده بيدي فرصة إن نوحد مستوى التعليم على مستوى الجمهورية لإن كل بيشوف نفس الكنتنت مش مدرس بيقدم حاجة ومدرس تاني بيقدم حاجة تانية بيدي فرصة إن الطالبة تختار المدرس اللي هي عايزة تتفرج على الدروس منه وتفهم منه وفي الخطوة الجاية حتبقى كان إنترعاكتف تقدر تسأل والطالب يقدر يجاوبك والمدرس يقدر يجاوبك وإن شاء الله الطالب برضو يقدر يجاوب بعد كده إن شاء الله وعايتينك تسا فاري جود سورفوس إحنا شغالين عليها إحنا مشتغل على السورفوس دي كلها يمكن نقطة محتاجة أقولها مع تعاون إحنا عندنا ألفين مهندس موجودين إن هو بتسميهم OBS بيقدموا في تلات مراكز بس على مستوى العالم طبع أورنج خدمات لكل العالم فأنا باعتمد على الألفين مهندس دول في أغلبية الخدمات والتطوير اللي أنا بقدر أعملهم في كل ما لعلاقة بالدجيتل سورفوس كم حجم الاستثمارات اللي توجهت لتطوير الشبكة وأيضا اشتريتهم ترددات جديدة بالنسبة صناعة الاتصالات بشكل عام هي صناعة تعتمد على الاستثمارات والاستثمارات الطويلة الأجل شركة اتصالات مصر من أول دخولها يمكن الاستثمارات بتاعتنا تعدد دلوقتي الـ 55 مليار جنيه من ساعة ما دخلنا في 2007 احنا السنة دي استثمرنا حوالي 4 مليار جنيه في الشبكة ومعظمها ببرايح تجاه خدمات البيانات وخدمات التحول الرقمي برضو بنستثمر فيها في انظمة الـ IT والخدمات اللي بياخدها العميل ايضا لكم دور مهم في تقديم الحلول الذكية سواء للمشروعات الصغيرة أو حتى المدن الذكية خلينا نتعرف على أبرز هذه الخدمات الحقيقة الدولة المشاريع العملاقة الدولة يعني التحول الرقمي جزء كبير وفاعل في المشاريع العملاقة بتاعت الدولة ومثال عليها هو المدن الذكية احنا كشركة اتصالات احنا مقدمين حل للمدن الذكية وبننفذه دلوقتي مع العاصمة الإدارية الجديدة ده كان في 2019 والحمد لله برغم الجائحة وبرغم الظروف التنفيذ ماشي كويس وماشي في مواعيده بصورة ممتازة جدا ايه تفاصيل هذا المشروع احنا بنقدم حلول بنقدم حلول للمواطن فالمواطن بيقدر عن طريق الهانسة بتاعته وعن طريق التليفون بتاعه وعن طريق التطبيق اللي على التليفون بتاعه ان هو يحصل على كل الخدمات يقدم طلبات يشوف الفواتير بتاعته ويدفعها الطلبات الحكومية يا فندس؟ الطلبات بتاعة المرافق يعني مثلا لو كان استهلاك الكهرباء او المية او حتى الباركينج السمارت باركينج برضو ده احد الحلول اللي احنا بنطبقها في العاصمة الإدارية الحاجة التانية المحور التاني هو محور البلاتفورم اللي بيتحط عليها الحلول دي فاحنا مقدمين برضو بننفذ البلاتفورم اللي بيتحط عليها كل التطبيقات دي سواء انتجريشن مثلا مع فواتير الكهرباء سواء الركن الزكي او اللي هو الباركينج السمارت باركينج والحاجة التانية هو بقى مركز التحكم اللي بيتابع وبيشغل الحل ده والتطبيق ده فده كمان التشغيل بتاعه تطبيق مركز التحكم والتشغيل بتاعه برضو احنا بنقوم بيه ايه مستهدفاتكم للسنة الجديدة؟ والله زي ما انا قلت قبل كده حضرتك السنة الجديدة لحد دلوقتي الفيروس يعني لسه ان شاء الله يمكن الاخبار بتاع التطعيم دي تبقى كويسة بس لسه فيه لازم نكون حذرين انا اتصور ان اقتصاديا مصري في مكان كويس عشان كده احنا متفاعلين وبنستثمر ولكن برضو لازم نكون حذرين وناخد احتياطاتنا كويس على الناس بتوعنا وكمان الطريقة اللي احنا بنهندل بها نفسنا عشان الفيروس وان شاء الله ربنا يعديها على خير بإذن الله كانوا دايما بيقولوا انه يعني من سنين قليلة كانوا بيقولوا انه المستقبل انه التليفون المحمول هيكون هو الفرع البنكي الخاص بكل انسان وده الطبق عمليا هل كنتم متوقعين الطفرة دي لولا كورونا؟ الحقيقة احنا شغالين على هذا الفكر من تقريبا 2007 وده اللي خلانا نبقى مستعدين لما الطفرة دي حصلت ان احنا كان عندنا القدرة ان احنا نعرف نتحمل ونتعامل مع هذا الموقف كان في استثمارات كبيرة جدا بتتحطط في الارض سواء كان في التكنولوجي او البلاتفورمز اللي احنا بنستخدمها سواء كان في المناطق التوزيع ومناطق ان الناس تعرف تودع فلوسها او تستلم فلوسها من مكان فاعتقد ان المنظومة كلها كانت موجودة وزي ما حضرتك قلتي ده اللي احنا بدأنا نشوفه ان التليفون المحمول هيصبح فرع بنك الحقيقة ده الشمول المالي هو مش هدف هو وسيلة احنا بنشوف ان ده وسيلة الوسيلة ديت هتعود على الاقتصاد المصري لان في دراسات كتيرة جدا بتقول ان تقريبا مع كل 10% زيادة في الشمول المالي او في البنتريشن لما بيزيد في الديجتال والتس ده بيؤثر بالايجاب بحوالي واحد ونص مليار دولار زيادة في الجي دي بي وخلق حوالي 200 فرصة عمل فاعتقد اني ليه لاني ده بيؤدي الى سهولة في التجارة سهولة في نقل الاموال وده اكيد بيعود بالايجاب على الاقتصاد كله ايه المستهدف خلال السنة الجاية سواء في عدد مستخدمين المحافظة الرقمية وطبعا ما يتعلق باستثمارات الشركة عموما في مصر الحقيقة احنا في شركة فودافون هدفنا دايما هو تقديم خدمة على اعلى جودة وارضاء العميل وتقديم خدمات الكترونية ورقمية تساعد على ان العميل يبقى عنده فرص في انه هو سواء كان يستفيد من هذه الخدمات او انه يطور من العمل بتاعه مجال العمل اللي هو فيه فاحنا اول حاجة ركزنا فيها وهي فاحنا الحمد لله عن طريق كان في حزم التردودات تم طرحها في الاسواق مؤخرا عن طريق مرفق جهاز تنظيمة صلاة واحنا قدرنا ان احنا نحصل على 40 ميجا بتكلفة 540 مليون دولار الهدف من ان احنا اشترينا التردودات دي ان احنا نفضل دايما على اعلى مستوى واحنا في تقديم خدمة الناتور كواليتي الحاجة التانية وهي ان احنا استثماراتنا كلها رايحة فيه ان احنا نبني منصات المنصات دي عن طريقها يتحط خدمات رقمية تقدر تخدم المواطن فمثلا احنا من اسبوعين اطلقنا ما يطلق عليه منصة اسمها ما يطلق عليه فيهب هذه المنصة بتكون موجهة الى قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة احنا عارفين ان هذا القطاع يمثل حوالي 80% من سوء العمل و40% من الجي دي بي فتقريبا فهدفنا ان احنا هذا القطاع عشان ينموه ويتحول رقميا بيواجهه على العديد من الصعاب اهم هذه الصعاب ان هو محتاج ان هو عشان يشتري اي ابليكيشن يستخدمها في ان هو في تطوير شركته بتكون التكلفة عالية جدا النهاردة بالاضافة الى اللغة بالاضافة الى ان هو محتاج ينشئ ادارة متخصصة داخل شركته علشان تقدم حاجة زي كده النهاردة عن طريق هذه المنصة هو عندنا حوالي 60 ابليكيشن منهم شركات عالمية ومنهم شركات مصرية بتقدم اي شركة صغيرة تقدر تطور نفسها وتتحول رقميا بان هي تستخدم هذه الابليكيشن وبتدفع على الفاتورة بمبلغ شهري بسيط